أما الوقفة الثالثة التي نختم بها هذا اللقاء معشر الصائمين فما يتعلق بالعيد الذي يقبل على أمة الإسلام بعد إتمامهم عدة الصيام في شهر رمضان سواء أتموا ثلاثين يوما أو رأوا هلال العيد قبل ذلك بعد ليلة التاسع والعشرين فإنهم يستقبلون شعيرة من شعائر الإسلام العيد العيد في الإسلام فرحة وبهجة العيد في الإسلام طاعة وعبادة العيد في الإسلام ختام ركن من أركان الدين وهو الصيام أو ركن من أركان الدين وهو الحج كما في عيد الأضحى عيدان لا ثالث لهما لنا أمة الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فوجدهم قد انشغلوا بلهو ولعب فسألهم فقالوا هو يوم فرح كان لهم في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى يوم العيد يحمل معاني عظام ينبغي أن تتفهمها أمة الإسلام وهي تستقبل عيدها العيد فرحة وبهجة شرع لنا فيه الفرح والبهجة والسرور كما شرع لنا ليالي رمضان البكاء والدموع والخشوع والخضوع فسبحان من جعل شريعته بحكمة بالغة تلبي فطرة الإنسان وما يحتاجه في مشاعره وأحسيس قلبه في عبادة نقضيها أياما متتابعات نصف الأقدام نعيش معنا التضرع والخضوع والإخبات متلذذين بالبكاء فإذا جاء العيد تقربنا إلى الله بالفرح والسرور بالبهجة والحبور بالتوسعة على الأهل والعيال بما ينعم الله عز وجل على العبد فيفرح ويفرح به من حوله الابتسامة البهجة لبس الجديد والتزاور والتهاني وتبادل التبركات والدعوات ليلة العيد ويومه هي صورة من صور الفرح الذي ينبغي أن نحيي به هذه الشعيرة أمة الإسلام فإنه عيد عيد لأننا نعتاده كل عام ويتكرر معنا كل سنة عيد لأننا نعيشه ويتكرر كل ما امتد بنا العمر فأدركنا مثل هذا اليوم في زمانه من العام المقبل أعاده الله عرينا وعريكم بكل خير ويمن وعفو وعافية العيد بهذا المعنى تصحبه جملة من الأحكام والسنن والمستحبات فمنذ أن يحل العيد بحلول ليلته بعد إتمام التاسع والعشرين من رمضان إذا رؤي هلال العيد أو إكمال يوم الثلاثين إتمام عدة رمضان فإنه يشرع التكبير من ليلة العيد تكبيرا يملأ الأفق والفضاء والأرجاء فضلا عن ملئه في البيوت وفي الصدور وعلى الأفواه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تكبير يمتزج بحمد لربنا سبحانه وتعالى تكبير يمتزج بإفراده بالعبودية والألوهية وحده سبحانه وتعالى تكبيرا ممتزجا بشكر وتعظيم وثناء على المنعم الذي أكرمنا بإدراك شهر رمضان فما أتممنا العدة والله قد قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فها نحن نكبر ونهلل ونشكر ربنا حامدين سبحانه وتعالى نحمده أن بلغنا الشهرة نحمده أن أعاننا على الصيام والقيام نحمده على أن أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا نحمده أن مد لنا في العمر فأدركنا مواسم الخير وادخرنا في صحائف أعمالنا من الحسنات والطاعات ما نرجو أن يكون زيادة لنا في الدرجات وتكفيرا للسيئات في مظاهر الفرحة بالعيد نملأ الدنيا تكبيرا يعلم العالم كله أن أمة الإسلام أمة موحدة تعرف ربها وتعظمه وتكبره ليلة العيد ويوم العيد حتى يخرج الناس لصلاة العيد هذا العيد الذي نعيشه أمة الإسلام عيد يبقى عيدا مهما تبدلت الظروف واختلفت الأحوال واسمحوا لنا جميعا أمة الإسلام أنه لا ينبغي أن يزيح الفرحة بالعيد أو يبعده عن القلوب والنفوس والبيوت والمجتمعات المسلمة أي عذر وأي طارئ مهما كان حتى في ظل ما يغشى الناس اليوم في هذه الجائحة وهذا الوباء نعم هو كربة وابتلاء وضيق وعسر في بعض مظاهره إلا أنه لا ينبغي أن يطفئ فرحة العيد فافرحوا بعيدكم ولو كنتم في جوف بيوتكم افرحوا بعيدكم وابتهجوا به بين أهليكم وأسركم وأطفالكم ومن حولكم في بيوتكم افرحوا بالعيد فإن الفرحة به عبادة والسرور به مطلب شرعي وإحياء لمعنى عظيم من معاني الإسلام في تعظيم الشعائر والله قد قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر